نظرنا أن نلاحظ استمرار هذه الغارات الجوية آخر هذه الغارات بطبيعة الحال كانت في مناطق شمال قطاع غزة والحديث يدور عن استهداف منزل آخر في تلك المنطقة قد رصدنا في الدقائق الماضية أن هناك استهداف لمنزل في مدينة بيت حنون شمال قطاع غزة ولم ترد في حقيقة الأحوال أنباء عن وجود إصابات أو شهداء في تلك المنطقة ولكن بعد ذلك ورد خبر آخر باستهداف منزل آخر في تلك المنطقة غارة أخرى أيضا استهدفت محيط سوق السيارات جنوب حي الزيتون في شرق مدينة غزة وحتى اللحظة أيضا الأنظار متجهة حول طبيعة السلوك العسكري الإسرائيلي في الدقائق المقبلة خاصة في ظل ورود أنباء عن محاولات جديدة لاستهداف ربما من خلال هذه الطائرات التي ذكرتها طائرات الإكواد كابتور التي لطبيعة الحال تعرف عليها الفلسطينيون في قطاع غزة خلال مسيرات العودة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر